من جديد مشاهدين نعود إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومراسل الحدث محمود شكر محمود ما هي آخر المستجدات ما الذي تغير لديك نعم سأذهب معك بهذه الصور المباشرة والحية عند نقطة الحدود وتحديدا في المنطقة التي وقع فيها الحدث الأمني والتي تبعد حوالي 200 متر عن المنطقة التي نحن بها والتي منع الجيش اللبناني أيضا الوصول إليها كما نشاهد بهذه الصور وحدات من الجيش اللبناني تنتشر عند آخر نقطة للحدود وتبعد حوالي 100 متر عن الخط الفاصل ما بين لبنان وما بين إسرائيل الحادثة وقعت عند ذلك الجدار إذا أمكن بصورة بكاميرا زمين المصور الجدار تبعد حوالي 150 متر حتى هذه الساعة كان الكل يتوقف عند الرواية التي سيتحدث بها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي أطل منذ حوالي تلت ساعة وأشهر إلى أن التحقيقات الداخلية في حزب الله حتى هذه الساعة لم تتوصل إليها أو لم تعطيها الرواية النهائية للذي حصل أمنيا أو عسكريا كما نشاهد المنطقة هي معزولة نهائيا نحن في ساعة متأخرة في الليل ولكن في النهار تبقى المنطقة خالية من السكان هي إلا لبعض المزارعين كما نشاهد علامات الخط الأزرق البراميل الزرقاء التي هي بعيدة عنها حوالي 6 إلى 7 أمتار وأيضا هذا الانتشار العسكري للجيش اللبناني الذي هو منذ وقوع الحادثة الأمنية في هذه المنطقة الوضع هو ساكن هادئ لا يمكن أن أشير إلى أن هناك توتر في المنطقة ولكن حتى هذه الساعة ليس هناك من رواية واضحة عدا الرواية الإسرائيلية التي أشارت إلى أن مجموعة مجهولة الهوية تقدمت إلى هذه النقطة وتعاملت معها حسب ما أشارت إليه وأيضا حسب ما علمنا إلى أن الجرحة حالتهم متوسطة وهم أصيبوا بالبحث الذي كان في الأرض ثم بعد ذلك تم نقلهم إلى المستشفى في مدينة أصول الوصول إلى هذه المنطقة هو عبر إجراءات أمنية مشددة وحواجز للمخابرات وللجيش اللبناني هنا تنتشر في البقاء أيضا الاستخبارات العسكرية اللبنانية بالإضافة أيضا إلى دوريات الأمم المتحدة الوصول إلى تلك النقطة إلى الحائط الآن لا يمكن وكما نشاهد إلى هذه كانت نقعة بقعة للألغام موجودة في المنطقة لذلك الجيش اكتفى بهذا الانتشار العسكري في هذه المنطقة بالإضافة أيضا إلى الاتصالات السياسية والأمنية وأيضا البيانات التي تصدر من جهة اليونيفل من جهة ونحن ننتظر البيانات إن كانت من الحكومة اللبنانية ولكن بطبيعة الحال إلى أن هذه الواقعة التي نحن الآن بها وبصدد روايتها في هذه المنطقة النائية هي تأتي في ظل روايات وتوتر أمني وعسكري بدأ من كفرشوبة إلى مزارع الشبعة إلى الغجر إلى المجيدي إلى ميس الجبل ووصل الآن إلى هذه اللقاء والسؤال الذي يطرع على الساحة اللبنانية هل أن هذه المسألة تذهب ببعدها الأمن السياسي هي رسائل داخلية هي رسائل إقليمية هي رسائل في المنطقة ليس هناك من إجابات عن هذه النقطة ما عدا إلى أن هناك تخوف أن تتطور هذه المسائل شكرا من الحدود اللبنانية الإسرائيلية كنت معنا مراسل الحدث محمود شكر شكرا جزيلا لك لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر